موسيقى في ديسمبر من عام 1948 شهد العالم ما وصف بحدث تاريخي إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثون مادة تمحورت حول صبو لضمان كرامة الإنسان وأمنه وحريته معكم في سلسلة حلقات من حقي نرصد واقع هذه الحقوق بعد نحو سبعين عاما من إقرارها وكيف أن الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس في حلقة اليوم نسلط الضوء على حق الشعوب في معرفة الحقيقة فالعالم يعيش هذه الأيام وقائع الهجوم الروسي على أوكرانيا حيث يتسابق الطرفان للفوز بمعركة موازية وهي المعركة الإعلامية سواء بالسيطرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أو بحجبها فيما ينشط مواطنون لتوفيق مشاهد الصراع بهواتفهم المحمولة أهلا بكم مع الهجوم الروسي على أوكرانيا حرب إعلامية ومعلوماتية يخوضها الطرفان تمتد إلى منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تحولت وسائل الإعلام الدولية إلى ساحة مواجهة لا تقل حدة عن ما يجري على الأرض فالكل يريد توجيه الرأي العام بما يخدم مصالحه ما يقلص فرص الشعوب في معرفة الحقيقة ما يجري دفع خبراء الإعلام للتندر بالقول إن جوبلز وزير الإعلام النازي لو بعث من جديد لقال لنفسه كم كان عملنا بدائيا مقارنة بما يجري الآن المفوضية الأوروبية أقرت بوجود ما وصفته بوباء جديد يتمثل في حملات التضليل التي تقوم بها حتى هيئات رسمية مؤسسة إبسوس نشرت استطلاعا يفيد بأن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأخبار المضللة أما رئيس هيئة الأركان الروسية فأكد بلا مواربة أن المواجهة بالمعلومات هي أحد أركان الحرب المستقبلية مضيفا بأن المعلومات كالقنابل والصواريخ ونفتح نقاش حول موضوع حلقتنا اليوم ويسعدنا أن نرحب بضيوفنا من القاهرة دكتور فاطمة دكتور فاطمة الزهراء أستاذة الصحافة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة كما نرحب بضيفنا من تونس دكتور محمد جويلي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية أهلا بكم من ضيوفي ونبدأ معك دكتور فاطمة من القاهرة دكتور يعني يرى الكثيرون كما ذكرنا قبل قليل أنه بجانب حرب الميدان هناك أخرى تشن على وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية والأهم من ذلك أن ضحايا هذه الحرب هي عقول ملايين البشر كما يقولون وأيضا الحقيقة نفسها إلى أي حد تتفقيني مع ذلك بسم الله الرحيم طبعا أنا أتفق مع حضرتك مئة بالمئة في هذا الإطار على أعتبار أن الإعلام بيمثل الشق المعناوي من الحرب أي حرب ليها شقين شق مادي التي تحققه الأليات العسكرية والخطط السياسية على الأرض والشق الثاني هو الشق المعناوي المتعلق بوعي الناس بما يدور على هذه الأرض ربما ما يحدث على الأرض شيء بينما ما يرسخ في عقل الناس وأزهنهم شيء آخر الذي يقوم بهذه اللعبة هو الإعلام ولذلك فكل الحكومات بتعتبر أن الإعلام أحد الأسلحة الرئيسية التي يجب السيطرة عليها وعدم تركها بلا ضابط أو بدون رقيب أو بدون سيطرة طبعا حكومة زي حكومة الحكومة الروسية هي لا تزال تستخدم نفس الأسليب التي تستخدمها الحكومات الشمولية في إبقاء الوعي العام داخل روسيا تحت منظومة لا يمكن الفكاك منها من الأجهزة الرسمية التي تروج للدعاية الروسية وللمنطق روسيا في هذه الحرب على أكثر من نطاق نطاق أنها هي صاحبة الحق وأن الطرف المعتاد علي أوكرانيا هي التي تمثل خطر شديد وداهم على روسيا وبالوقت نفسه تدار حرب أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتجييش المناصرين والمؤيدين من الانفلونسر وغيرهم داخل روسيا للتغطية على ما يقوم به الأوكران في نفس هذه الوسائط لجعل الحرب المعلوماتية تكون في صفة أو في صالح روسيا وبمنطق روسيا والحقيقة أن الحرب المعلوماتية إذا طال أمدها بيحدث نوع من الفوضى بيعجز الإنسان بشكل عام مع أن يتخذ أي قرار سنطرق إلى ذلك دكتورة دعيني نستمع إلى وجهة نظر ضيفنا دكتور محمد في تونس دكتور محمد ما الذي تراه أنت ما تعلق بهذه الحرب الموازية للحرب الروسية أو الهجوم الروسي على أوكرانيا دكتور محمد أنت معنا طيب ننتظر أن تحل المشكلة حتى يسمعنا دكتور محمد جويلي في تونس نعود إليك دكتورة فاطمة الملاحظ هنا أن حتى المؤسسات الرسمية انخرطت في عملية تضليل هذه كما يقول البعض هناك يعني مقاطع نشرتها منصات تابعة لهيئات رسمية وهيئات حكومية ثبتت أنها غير صحيحة أو تعود أو صورت في سنوات سابقة ما هي الدليلات التي نتحدث عنها هنا نحن بنتحدث عن نموذج اسمه الهيجومونيك باور تأثير الهيجومونيك باور على الإعلام أو أي قوة مهيمنة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية في أي مجتمع لابد أن يكون لها سيطرة كاملة على المنافذ والوسائط والمنصات الإعلامية وجود المحض يعني عايزين يعني أقرب المفهوم ده بمثال حدث أنه أم وابنتها الأم في روسيا والابنة في أوكرانيا الأبنة تصف لأمها أن ما يحدث لهم أهوال وقتل وفظائع الأم لا تصدقها لأنها تعيش في حالة من غسيل الدماغ استسببت فيها القنوات التلفزيونية الروسية طبعا ما حدث لا يعني أنه ليس هناك أي مقاومة في مقاومة طبعا من كثير من العناصر التي رفضت التزييف والكذب بتتمثل في الاستقالات المتولية من بعض الشخصيات الإعلامية من المذيعين وغيرهم من المشاركين في القنوات الرسمية الروسية فيعني النقطة هنا أنه لا بد طبعا يكون دكتورة فاطمة أيضا وسائل إعلام غربية قامت بكما يصف البعض بالانخراط في عملية التضليل هذه تحاول كما يقولون شيطنت روسيا إلى أبعد حتى ولو استخدمت مواد إعلامية أو مقاطع مزيفة أو تعود إلى سنوات ماضية هذا هو ما فعلوه منذ حرب الخليج الأولى من حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية عندما صورت هذه الحروب تلفزيونيا بما يروج لوجهة نظر الحلفاء ولكن بعد أن أصبحت هناك أصوات أخرى بتتمسل في شبكات التواصل الإجليمعي وغيرهم من الفلوجرز اللي بقعهم من الأرض بيقوموا بتصوير مشاهد الضمار أو ما حدث في أفغانستان وفضح الولايات المتحدة الأمريكية وتسريبات ويكيليكس وما حدث فيها بيدل على أن هذا أصلا هو دايدا الصحافة الغربية دكتورة فاطمة دعينا نشترك ضيفنا في تونس دكتورة محمد جويلة دكتورة محمد يعني ما الذي ترى أن فيما يتعلق بما نتحدث عنه والحرب الموازية على منصات التواصل الاجتماعي وعلى المنصات الإعلامية كذلك التي توازي كما قلنا الهجوم الروسي على أوكرانيا هل نحن فعلا أمام عملية تضليل كبيرة وتوجيه للرأي العام أم أننا أمام هذا المشهد بسبب التطور التكنولوجي وسرعة نقل الخبر وتنوع مصادر الخبر طبعا المقولة الشهيرة الحرب خدعة وإذا كانت الحرب خدعة على الميدان العسكري فالحرب خدعة أيضا على الميدان الفيسبوكي على ميدان المعلومات والتعاطب على المعلومات بقطع النظر عن أن بلد ديمقراطي غير ديمقراطي هذا لا يهم دخلت في حرب لابد أن تنتصر والانتصار من عناصر الانتصار أن تكون مخادعا جيدا وبالتالي هذه مقولة حربية قديمة جدا وبالتالي التضليل يوجد من كل الأطراف نذكره مثلا بشكل بسيط جدا في بداية التسعينيات عندما ظهر الربيع الأوروبي الشرقي في الانتفاضة إلى غير ذلك في المجر وفي رومانيا إلى غير ذلك نتذكر جيدا أن واحدة القنوات الفرنسية صورت مستشفى في بوخارس في رومانيا على أساس أنه مجزرة فيه أموات ولكن تبين بعد ذلك أنه خدعة إعلامية وتبين أن الأموات هؤلاء هم أموات طبيعيين وظهر للعالم وللرومانيين في حد ذاتهم على أنها مجزرة قاببة تشاوسيسكو ولكن وثار الناس انطلاقا من تلك المعلومة أو على الأقل عمقوا ثورتهم ضد النظام القائم آنذاك بناء على تلك الصورة وعلى تلك المشاهد والعالم تعاطف مع الرومانيين على أساس أنها مجزرة تبين بعد ذلك أنها خدعة إعلامية ساهمت فيها أحد القنوات الفرنسية فالخداع موجود في الحروب كما هو موجود في الحروب الإعلامية حروب الشبكات التواصل الاجتماعي والحرب لا أخلاق فيها كل شيء مبرر في هذا المجال أنت هنا تقصد أيضا الهيئات الرسمية إذن المؤسسات الحكومية أيضا ربما منخارطة في هذه العملية دكتور محمد دعنا نتساءل هنا في هذه الحرب الإعلامية من يقصر في تقديم رواياته ربما لن ينجح في توجيه الرأي العام بما يخدم مصالحه ولكن باعتقادك هل باتت المؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية لا تتوانى عن استخدام التضليل حتى توصل أو تحقق أهدافها ونحن الآن أمام يعني معسكرين المعسكر الروسي وكذلك المعسكر الغربي وكلاهما يستخدم وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية طبعا من القائم بالحرب؟ القائم بالحرب هو جهة رسمية وبالتالي عملية التفضيل وعملية الإعلام والإعلام المضاد والبروباقاندا إلى غير ذلك ستكون بالضرورة الرسمية هذه قواعد الحرب يعني لا يمكن أن تخوض حربا عسكرية بدون أن تكون هناك حرب إعلامية بكل المقييس إذا كانت الحرب لا أخلاق فيها إلى حد كبير فأيضا المسألة المعلوماتية وتواصل المعلومات لا أخلاق فيها والجهات الرسمية هي التي تقود تلك المسألة وتعتبر الجهات كل جهة رسمية تخوض حربا لابد لها من ترسانة إعلامية كبيرة جدا تستعمل فيها كل الطرق وكل الوسائل من أجل دعم معنويات الجيش الذي يحارب ولكن أيضا دعم معنويات الناس التي تنتظر أخبار وتنتظر تصورات وبناء تصورات وبناء حقائق تريدها الجهة التي طبعا تقود تلك المسألة حتى لو كانت الضحية أو حتى لو كانت الضحية تشوي الحقيقة في كل مؤسسة عسكرية هناك جهاز إعلامي الحرب هي تشويه لكل شيء فما بالك الحرب الإعلامية أنت دخلت حرب ستشوه كل شيء أي حرب هي مشوهة بكل المقاويس للأقلاق للتاريخ للعمران للبشر للعلاقات الاجتماعية للجيوسياسة هي مشوهة لكل شيء فما بالك بالمنظومة الإعلامية التي تساند المنظومة العسكرية على الأرض طيب ابقى معي ضيوفي سنستمع إلى هذه العينة من الأراء التي أخذت من الشارع العربي حيث عبر مواطنون من عدة دول عربية التي أرتي عربي عن عدم ثقتهم في الإعلام الغربي مؤكدين أن الأزمات الأوكرانية كشفت الازدواجية في التعامل مع القضايا الغربية والأزمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للإعلام الغربي نحن كنا مخدوعين بهذا الإعلام بصراحة خلينا نتحدث عن ليس قضايانا وإنما الأزمة الأوكرانية الحالية الأزمة الأوكرانية الحالية الإعلام الغربي يصور الأطفال يصور الجرائم صحيح أن هناك جرائم من روسيا لكنه لا يعمل بحيادية يعني لا يكون موضوع الإعلام الغربي تحديدا دائما تجد أنه هو طابور الخامس لخلق الفجوات والخوف أو لخلق سياسة اقتصاد معين أو لخلق سياسة معينة لأسقاط رأيه والرأي الآخر أنا من وجهة نظري أن الإعلام الغربي لا يتعامل مع القضايا العربية بالشكل الذي المهن أنه ما يمثل انعكاس للسياسات الغربية الاستعمارية خاص خصوصاً وأن الغرب تحول في الأون الأخير في الاتجاه الآخر الذي يخدم مصالحه الإعلام الغربي والأنظمة الغربية بالشكل العام والإعلام هو ممثل واحد من أدواتها يتعاملون مع القضايا الإنسانية في العالم العربي في اليمن على سبيل المثال بدون عدالة بتمييز واضح بالنسبة للإعلام الغربي بطبيعة الحال هو لا يتعامل مع كل قضايا الشرق الأوسط بحيادية أو بموضوعية حالياً نظرنا على الإعلام الغربي فوق ما إحنا يعني أريد كنا نعرف بالإعلام الغربي أنه مش عادل وباقي الصورة سيئة عنا بس بعد الحرب الأوكرانية الروسية نعكسة أشياء جديدة وشفنا أشياء جديدة من الإعلام الغربي بتبين كديش مدى العنصرية لعند الغرب يعني إحنا طوال حياتنا أكثر من سبعين سنة وإحنا نتعرض للظلم يعني بالظلم الإعلامي بشكل أساسي يعني المحاربة كانت إلنا إعلامياً والتشويه كان إلنا إعلامياً نظر يا شو اللي بيصير اليوم يعني في العالم كل العالم تجند لخدمة قضية أوكرانية طبعاً يعني اللي نحن ندركه من ضمن مع الشعب الأوكراني ولكن يعني بالحقيقة الزيف الغربي أنه الدم الأوكراني غالي ولكن الدم الشعوب للشرق الأوسط يعني رخيص يعني هذا إنحياز وإنحياز ضد الإنسانياً نعود إلى ضيوفنا بعد أن تبعنا هذه العيين دكتورة فاطمة يعني نحن هنا أمام جانب كما تحدث بعض المواطنين هنا لتيرت عربي جانب التعلق بغياب التوازن والموضوعية لدى وسائل الإعلام الغربية كما قالوا الآن الأوكراني يصور في وسائل الإعلام الغربية كبطل ومقاوم ضد الهجوم الروسي على بلاده أما الفلسطيني مثلاً فقد وصف بالإرهابي في وجه الاحتلال الإسرائيلي كيف ترين هذا الجانب؟ الحقيقة هو داب يتتسق مع السياسة الغربية ضد المنطقة العربية منذ زمن طويل منذ احتلال فلسطين في عام 1948 يعني هذه سياسة مستمرة تدعمها سياسات إعلامية وسياسات ثقافية وسياسات حتى تطبيعية وغيرها فالسياسة الإعلامية هنا تتسق مع هذه السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية يعني فيه على عديد من التحليلات الفلسفية لموضوع التحيز الكامل في المنظومة الفلسفية الغربية تحدثت عن تجليات هذا التحيز في البث الإعلامي وفي التغطية الإعلامية التحيز للأوروبي وتحيز للحضارة الغربية تحيز للقيم الأوروبية لكن الحقيقة كانت هذه الحرب حرب كاشفة يعني أنا أعتبر حرب روسيا أوكرانيا حرب كاشفة وما حدث أيضا منذ عدة شهور عند اقتحام الكونغرس الأمريكي أيضا لحظة كاشفة لزيف الدعاءات الغرب بتبني قيم الديمقراطية والحرية والعدالة وكل إنسان على وجه الأرض دون تميز هذا غير صحيح والمشكلة الإحراج الذي يوجد فيه الغرب الآن إحراج كيف يمكنهم تبرير ما حدث الآن تسترجع الصور من حرب البوسنة والهرسك وغيرها من الحروب التي ظهر فيها أيضا تدليس لكن لم يكتشف في وقتها الآن تسترجع هذه الصور ليعاد الإشارة إليها بأن ما حدث كان تميز واضح وعنصرية أصيلة كامنة في الفلسفة الغربية وفي السياسة الغربية تجاه شعوب العالم الأخرى طيب دعينا نسمع إلى وجهة نظرة دكتور محمد دكتور محمد يعني فيما يتعلق بهذا الجانب روسيا في بداية هذه الحرب أصدرت قانونا يعني يعاقب بالسجن من ينشر أي مواد أو معلومات تخالف ما تقوله بيانات القوات المسلحة في الناحية الأخرى أيضا المعسكر الغربي حجب وسائل إعلام روسية إلى أي حد ربما يعكس هذا ابتعاد المنظومات الرسمية التي تغنى بعضها ويتحقق بعضها عن احتضانه لقيم حرية الإنسان وحقوق الإنسان ابتعاد هذه المنظومات عن كل هذه القيم عن قيم أساسية تتعلق بالإنسان عندما تكون هناك حرب وحرب قوية بهذه الطريقة ستغير يعني المعطيات الجيوسياسية في المنطقة وبالتالي الانحياز لهذا الشق أو ذاك يفرض نفسه والانحياز يتطلب تعويم المعلومة التحكم في المعلومة السيطرة في المعلومة منع المعلومات المضادة والغرب بشكل عام الإعلام الغربي بشكل عام ولو بدرجات مختلفة متحيز بطبيعة الحال لقضاياه المتحيز لمصالحه في الآخر لأنه يسيطر على الميدان لا ننسى أن أقوى وكالة الأنباء أقوى الشاشات والقنوات التلفزية والصحفيين والمصورين والذين يصورون الحرب على الميدان هؤلاء كلهم يتبعون في الغالب قنوات غربية إعلام غربي وبالتالي هم يسيطرون على الميدان وعندما يسيطرون على الميدان يسيطرون على عملية بناء الحقيقة يعني بناء الحقيقة وتسويقها بالطريقة التي يريدونها وتكون هناك غربة طبعا شيء يتعدى وشيء ما يتعداش ويتم منع وتبحجب إلى غير ذلك لأنه يعلمون جيدا قيمة الآن المشهد قيمة الصورة قيمة المعلومة الآن في عالم معلوماتي بكل المقاييس وبالتالي يعني ضغط على زر كومبيوتر لا تقل قيمة عن ضغط على زر زينات وبالتالي يعلمون جيدا أن هذه الحرب يجب أن تخاذ بين ضفرين يجب أن تخاذ بالطريقة العسكرية ولكن هناك حرب كبيرة أخرى يخوضها المدنيون بين ضفرين يعني يخوضونها إعلاميا وبأعدى التقنيات وبالتالي يريدون ويسربون المعلومات التي يريدونها ويتحكمون فيها وهذه نقطة مهمة ليست بالطريقة الموضوعية ولكن انتلاق من مصالحها نعم هذه نقطة مهمة دكتورة فاطمة إذن وسائل الإعلام الغربية القوية طبعا وهي منحازة إلى جانب أوكرانيا في هذه الحرب هي المسيطرة أو روايتها هي المسيطرة على الأحداث وهي التي ربما تعد رقم واحد الآن في المشهد وبالتالي هذه الوسائل تتحكم في المعلومات التي تصل إلى المشاهدين يعني فما هي تدعية ذلك باعتقادي يعني طبعا هذا الواقع اللي هو سيطرة الرؤية الغربية أو سيطرة الحكاية الغربية أو كما يقول طيف الحلقة الأكثر هي الوجهة النظر الموجودة من البناء الحقيقة هي طبعا ستظل إلى حد كبير مسيطرة إلا إذا حدثت تسريبات لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها من قبل الأصوات الأخرى الموجودة على منصات التواصل الاتخماعي والتي حتى الآن رغم الهجمات السيبرانية على المحطات الإزعية والتلفزيونية الروسية وغيرها لا تزال ليس لها تأثير كبير على مجريات الحرب على أرض الواقع ولكن ستظل هذه الرؤية الغربية مسيطرة لأنه فيه نوع من التبعية حتى الآن بشكل واضح وكبير لأم الولايات المتحدة الأمريكية ننقل التساؤل بشكل سريع لكم محمد إذن هل باتت عملية حماية المشاهد من عملية التضليل أو باتت مهمة حماية المشاهد من عملية التضليل عملية صعبة ومعقدة أمام كل هذه المعطيات التي نتحدث عنها صعبة فعلا صعبة لأنه هناك معسكرين والمعسكرين يشتغلان بشكل قوي على بث المعلومات وعلى بناء الحقيقة عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي مسألة صعبة صعبة جدا لأنه لا تجد طرف آخر محايد يستطيع طرف ثالث محايد يستطيع أن يعطيك المعلومة يعني الآن أنت عندك معسكرين إعلاميين على الميدان وبالتالي هم اللي يتنازعان على بناء الحقيقة وبالتالي ما يطلبه الغرب بين الظفرين إعلاميا ربما لا يغير مجرى الأحداث عسكريا ولكنه هو بسدد بناء نوع من التعاطف العالمي للأوكرانيين ولما حدث للأوكرانيين يعني يشتغلون على هذه القيمة بين الظفرين القيمة الإنسانية التعاطفية مع الأوكرانيين على حساب الروس وإظهارهم على أنهم هم المعتدين هذا لا يغير في المجرى الأحداث العسكرية ولكن يغير كما قلت في تغيير تصورات الناس للحرب وللمعتدي والضحية الجليات والضحية إلى غير ذلك هذا عن الوقت الحالي ولكن دكتورة فاطمة ماذا عن الأجيال القادمة كما يحذر كثيرون ما تدعيات ذلك عندما تسيطر جهة على بناء الرواية لحدث كبير حصل فكيف سيؤثر ذلك على الأجيال القادمة كيف سيكون لذلك تدعيات أنا أعتقد أن الأجيال القادمة سيكون وضعها مختلف تماما عن ما يحدث الآن الأجيال القادمة سيكون لها وسائل التواصل الخاصة بها سيكون لها قدرة على فهم الحقائق بشكل مختلف عما يحدث الآن إحنا فيه يعتبر في نهاية عصر القوى المهيمين الكبرى سواء سياسيا وإعلاميا أنا ما زلت معتقدة أنه ما فيش مخرج من الحالة الروسية الأوكرانية أو اللي خلينا نقول الأمريكية الروسية اللي فيها شد وجذب الآن إلا إذا حدث مجموعة من الناشطين قادرين على أنهم يبصوا صور وفيديوهات من الأرض فعلا تكون حقيقية ما فيش فيها تزييف تنظر أو تقود إلى ضرورة تسوية هذا الززاع بأي شكل كان لأنه ليس من المتوقع أن تظل وسائل التواصل الاجتماعي على نفس الوتيرة التي هي عليها نحن مقدمون على العصر المختلف تنتهي في هذه الوسائل التواصل الاجتماعي بكل ما لها وما عليها وننتقل معا بعد سنة عامين أو ثلاثة عوام إلى عالم آخر يعني اللي هو الميتا فيروس أنا أعتقد أننا في مرحلة الإعداد إلى هذا فالأجيال القادمة لا نستطيع أن أقول أنها العواقب على الأجيال القادمة لأنهم سيعيشون عالما مختلفا غير العالم الذي نعيش فيه نعم شكرا لك يا دكتورة فاطمة الزهراء أستاذة الصحافة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة كنت معنا من العاصمة المصرية كما نشكر ضيفنا من تونس دكتور محمد دجوي الأستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات من حقه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة